السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلبات وطلبات صف الأولي الأعدادي أهلا بكم مرة تانية مع درسنا الثالث والرابعة في الوحدة الأولى طبعا شكل ما احنا عارفين بننطق كلماتنا بنشرح درسنا وبعد كده بنحل التمارين العلي تعالوا يلا أقول كلمة كلمة طبعا حبيبي البي هنا silent طبعا يجب لي كلمات عشان يتأكد انت فاهم المعاني ولا لا طبعا هنا عندنا كلمة smart ولم smart حبيبي معناها ذكي عندنا كلمة helpful يعني متعاون أو مفيد عندنا كلمة tall يعني heart أو جبر أوصور وreligion بمعنى دين وstatues حبيبي بمعنى تماثيل طبعا حبيبي أكيد في المتحف هلاقي تماثيل لبني أدمين وكمان لحيوانات فعشان كده لازم أقول statues وstatues حبيبي بمعنى تماثيل طبعا طبعا ما بيسعيدني كتير فهو هلب فالحبيبي بمعنى متعاون طبعا اكيد في مسترين أو متسقين على أكيد الجدار أو الحائط طبعا طبعا اللي كلنا بنحبه ويبقى he is smart حبيبي بمعنى ذكي تاني smart بمعنى ذكي تعالوا تشوف حبيبي يلا كلمات lesson 3 عندنا model 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 care care language language underground underground effect effect wind wind shape shape weather 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 the dead the dead hole hole pyramid 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 طبعا الدبل هنا silent حبيبي praying praying steps steps building building pray pray choice choice reason reason special special stone stone present 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 طبعا حبيبي لما يكون معنى يقدم الاستريس ينبقى على المقطع الثاني present present مش present طبعا بين كلمة unfortunately 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 يعني الاسب سلحظ pity pity listen for local local edit edit floor floor online online technology technology stay stay definitely definitely tire tire temple of it for temple of it for at the river line the river line is balita sifatila file give give given give give given come came come 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 came come is been spent 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 is been spent spent طبعا هنا بقولي تعريف الاستاتيو a model of a person animal or object sometimes made of stone طبعا ده بيبقى موذج للشخص او حيوان او شيء واحيانا بيبقى مصنوع من الحجر عندنا كلمة opelisk opelisk ودي معناها مثلة ودي اطول مصنوع من المصنوع من المصنوع من المصنوع من المصنوع من المصنوع ويبقى حبايبي مصنوع طويل جدا او اصر طويل جدا وغالبا شكل منفوق بيبقى شكل الهرم عندنا katacombs ودي حبايبي المعنى سرقال الموتى قال لي the underground tunnels and فاكدة تحت الارض and rooms for bringing that in عشان دف الموتى عندنا temple المعبة حبايبي قال لي a place where people come together to play دا المكان اللي الناس بيتيجي فيه عشان تعمد ربنا او عشان تصل عندنا الكلمة ومعناها وعكسها ancient old new modern active energetic lazy useful helpful effective useless interesting amazing lovely boring friendly friendly kind kind unfriendly طبعا بنسبة الperfixes والsuffixes عندنا helpful helpful building building طبعا هنا بيأكد لي يطرى انا فاهم الصوفيكس والprefixes والمعنى ولا لا والذي انتنم وانتنم حبايبي قلنا بمعنى عكس او مقابل والذي انتنم of useful يعني x useful is طبعا يوسفل معناها مفيد اكيد عكسها طبعا useless ويوسلس حبايبي بمعنى عادي من الفائدة طبعا full بتدينا الصفة الايجابية ليس بتدينا الصفة السلبية number two بيقولي the word a has the same meaning as energetic طبعا هنا the same meaning يعني عايز نفس المعنى energetic وانيرجيتك حبايبي بيشكل ما قلنا معناها نشيط او حيوي يبقى ديه بالزبط بمعنى كلمة active فعنشوف number three بيقولي the synonym of ancient is synonym حبايبي بمعنى معنى ومعنى ancient يعني old يعني قديم نشوف number four بيقولي boring is the antonym of طبعا boring لحبايبي بمعنى antonym معناها x عكس من الحبايبي interesting بمعنى الشيط طبعا نشوف number five بيقولي the suffix a changes the verb help into the adjective بتغير الفعل help بالصفة طبعا suffix اللي حقا مين بقى هتقولي full helpful بمعنى متعاون طبعا حبايبي هنا بيقولي ان كلمة bank لها اكثر من معنى bank ممكن تمشي بمعنى ضفة النهر وممكن تكون بمعنى البنك اللي احنا بنسحب منه الفلوس فلما قولي ما uncle works in a bank يبقى اكيد بيشتغل في البنك اللي احنا بنسحب منه الفلوس وبنحط فيه الفلوس البوم للتنابل طبعا هنا west bank يعني الضفة الغربية يبقى ازا ضفة النهرة او ضفة القناة حبايبي اسمها bank طبعا عندنا كلمة smart حبايبي بمعنى ذاكي سواء ذاكي للاشخاص او ذاكي للاشياء شكل الكمبيوتر وشكل التليفون طب و smart كمان بمعنى انيق او chic في لبسو يعني لما قولك رحمة is smart يبقى هنا رحمة ذاكية she always solves any problem طبعا smart هنا بمعنى well dressed well dressed يعني لابس كويس بولي باسم is smart he is wearing fashionable clothes fashionable حبايبي معناها على الموضة تاني fashionable معناها على الموضة طبعا عندنا كلمة repair حبايبي repair تمشي اسمه وتمشي فعل يعني تمشي فعل بمعنى يصلح وتمشي اسمه بمعنى اصلحة فلما قولك ذا mechanic repair يبقى هنا فعل بمعنى صلح عربيتي last week بعدها repairs بمعنى اصلحات بقول i need some repairs in my apartment يعني انا محتاج بعض الاصلحات فين في شئتي repairs هنا بمعنى اصلحات ازا repair تمشي اسمه وتمشي فعل تانشو فعلة ألس mentally قطع شيئا اوت yang أصبح cut something away solve a problem solve a problem give reasons for.. give reasons of all get together get together that sounds useful good that sounds useful or that sounds good that's a shame, that's a pity do sports go online go online present a solution present a solution make videos make videos give it a try myself give it a try myself what life was like what life was like miserable prepositions and in the middle a lot of a lot of lots of walk around walk around on the west bank of in the west bank of on walls on walls bed for bed for at the end of the day at the end of the day in winter in winter at the top of the top of the bottom of the bottom a model of a model of get to get to work on work on at the same time at the same time. تعالي حبيبا نشوف حل التمرينات اللي موجودة في صفحة تمانية وتلاتين. طبعا نمبر وان يقول لما هي كانت السيك. الوقت بتاعتي تعبانة محتاجة ايه عشان تتحسنها. اكيد طبعا محتاجة حبابي معناها رعاية مباني طغل زي علي انفاء. تعالي نشوف نمبر احمد دا طالب ايه جدا ودايما بيشارك في المسابقات المدرسية باكيد طبعا اكتف. اكتف حبابي معنى نشيط لزي كسلان وارد الان كيرل اسمهم. عشوف نمبر ثري بولي دا سفنكس. ازا ايه سفنكس طبعا حبابي يا ابو الهول. طبعا سفنكس دا طبعا ستاتشو حبابي بمعنى تمثل. طبعا نشوف نمبر فور بولي دا ايه ساينتست انفنتد ايه ماشين ذات برو ديوز اوكسجين. العالم ال ايه اخترع آله بتونة الاوكسجين. طبعا طالما اخترع اكيد واسمارت واسمارت المعنى زاكي. طب تعال نشوف نمبر فايف بولي. طبعا في مصر العديم الناس راحت ايه عشان تصلي. اكيد طبعا كانوا يراهو تمبل وتمبل حبابي بقولنا المكان اللي بيصلي او بيعبينو في. تعال نشوف نمبر سيكس بولي دا اون is on the west a of the river. انا حبابي في الدفة الغربية لانه بناه يما نفعش اقول الشاطئ لازم اقول دفة في لازم اقول بانك. تعال نشوف نمبر سيبن. بولي دا بالدينجز نيد. لطس اوف كير. ايه. مباني دي محتاجة كسير من الرعاية. قول ايه؟. اكيد الاصلاحات والاصلاحات اسمها ربايرز. تعال تشوف نمبر ايه. بولي استخدم الاسباب عشان تساعدك عشان تفكر في ايه محتملة او ممكنة للمشكلة. طبعا المشكلة بقى لها حلوله. الحلول اسمها سولوشنز. تعجوف نمبر ما ينبولي. مين اللي بيعملوا اعمال رائعة عشان يصلحوا المباني القديمة مجانا. طبعا طالما بيشتغلوا مجانا حبابي لأكيد دولة بمعنى متطوعين. هنشوف نمبر تين. مين اللي هايزدول المتحف المصر من كل انحاء العالم هتقولي اكيد تورست. وتورست بمعنى سياح. تعالا حبابي نشوف صفحة تسعة وتلاتين. بقول. ايه المبنى مصنوع من الطوب الثميك. طبعا اكيد ايه المبنى بدول ولا 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 مشاكل. ولا مشاكل عطلات. اكيد اللي هتصنع من الطوب هي الولز. الولز حبابي يعني الجدوان. تعالا نشوف الديفينيشنز بقولي. اه بقولي ونموذك لشخص او انسان او حيوان او شيء. وغالبا بيكون مصنوع من الاشتون اكيد ده ستاتيو. ستاتيو حبابي بالمعنى تمسان. او بقولي يا انفاء وكمان غرف لي دفن الموت. اولا دي حبابي كاتاكوم. ستاني كاتاكوم. سردي بالباطل. تعالا نشوف حبابي الا التمارين اللي علاجه من النوت بيقولي واني حبابي يقطع شيء او فاتد شيء اسمها كات سامثين اواي. عشان كده لازم اقولي كات ستون اواي. تعالا نشوف نمبر ففتين بقولي. هاو افن دي دي او اي سبورت. طبعا حبابي سبورت بيجمع الفعل دو دو سبورت يعني قد رياضة. نمبر سكستين بقولي. هاو ميت ذا ايه. ان ذا داينينج روم. قالي باسم. يبقى اذا من اللي عمل ايه. ترا بيرز. يعني ازواج ولا بارز. معنى قوالب. ولا ري بيرز اصلاحات. ولا بيرز اكرام. لكن طبعا ري بيرز بمعنى اصلاحات. طبعا حبابي الشكل ما شفنا في درس لسه بيكلم لي عن زمن الماضي البسيط. ولكن هنا بيكلم لي عن كيفية استخدام ظروف التكرار في زمن الماضي البسيط. وحنا قلنا حبابي الظروف التكرار خدناها في المضارع البسيط. بس عادي جدا انها تيجي في زمن الماضي البسيط. طبعا انا بتكلم عن عادة في زمن الماضي. فعادي جدا انه ممكن اصابل في الماضي. بس بشرط ان هو يجيب لي معاه علامة من علامات الماضي. فهنا بديم مثال مسلا بقولي هاو افن وحنا كنت تبعد في المدينة بتاعتي أثناء أجسسي كنت بتتطوع في العمل في مشروع مجتمعي كنت بتتطوع في العمل في مشروع مجتمعي تبقى الفكرة كلها حبيبي إن عادي ظرف التكرار يجي قبل الفعل في الماضي طالما هي كانت عادة في الماضي طب لما حب أن في قال لي عادي خالص ممكن أجيب didn't قبل ظرف التكرار وبعد كده أجيب الفعل في المصدر عشان وجود طيب يعني مثل لو أنا فات بنيفر قال لي خلاص لو أنا فات بنيفر وما فاتش بنيفر الفعل بيخليه شكل ما هو ما بيتأسرش يعني بيخليه في حالته في الماضي بنيفر never smoked إن عادي نفحش إليها smoke وأرجع الفعل للأسموغ غلط ولما نفيت ب never أسيب الفعل شكل ما هو تعال نشوف بقى التمارين بتاعتنا بيقول لي how did you do something to help your community قال لي always طالما أداني الإجابة بظرف من ظرف التكرار حبيبي بيسوال على طول بhow often تعال نشوف number two بقى يعني أنا بصحة متأخر في عطلة الصيف الماضية طبعا أنا حبيبي مهم جدا نعرف ظرف التكرار بيجي قبل الفعل مش بعده ما عادة بس verb to be اللي was aware في الماضي طب إذا أنا حابقت خالص عن get often و got often يبقى قال لي usually got, usually get طالما في هنا last يبقى إذا ظرف التكرار هنا في الماضي ب usually got تعال نشوف number three بقى in the summer vacation I helped my family في أدرس الصيف I helped my family طبعا هنا ما ينفعش عمفة don't and didn't أبدا اللي لازم يجمعهم مصدر يبقى إذا لازم أجيب ظرف التكرار always يبقى I always helped my family تعال نشوف number four بقول I a watch television on school days طبعا هنا حبيبي الفعل في المصدر إذا ما ينفعش عمفة أبدا wasn't ولا weren't ولا I'm not verb to be وراء verb ing طبعا يبقى لي didn't often و often didn't قلنا إن ما في بيجي الأول قبل ظرف التكرار فيبقى didn't often تعال نشوف number five بقول last summer I dually a games on my mobile phone طبعا last summer السفر اللي فات I dually يبقى هنا ما أنفعش أقول play تعال شقول مبارعة بسيط لا ده لازم يبقى ماضي بسيط يبقى played number six بقول how often did you eat your town طبعا طبعا طالما في did يبقى لازم أرجع الفعل الأصل ويبقى leave تعال نشوف number seven بقول لشي ايه helped it with the house well so mom was proud of her طالما المامة فخورة بيها يبقى هي كانت دايما بتساعد فلازم أقول always تعال نشوف number eight بقول I felt lonely because I had a lot of friends أنا عندي أصدقاء كتير يبقى إذا عمر ما هشعر بإيه حبيبي بالعزلة يبقى I never طب ليه ما أقولشا مستر didn't أقول له عشان لو didn't كانت رجع عليه feel تعال نشوف number nine بقول طبعا حبيبي يظهر في التكرار بيجاب لكل الأفعال مع the verb to be فإذا ما ينفعش أقول often was طب never was usually حاوله لها باشا لازم أقول my dad was usually ليه لأن my dad مفرد مش جمع تعال نشوف number ten بقول لي he went to the library he did that three times a week عمل الكلام ده تلت مرات في الأسبوع تلت مرات في الأسبوع يعني حوالي نص الأيام فإذاً هقول he sometimes ما أقدرش أقول هنا ولا أقدر أقول never تعال نشوف number seven بقول did they play football قال لي they dwight طبعا اللي جاب هنا بظرفه من ظروف التكراري اسمال how often فعنشوف number 12 كده الكلام في الماضي يجب لازم الفعل المساعدين هيكون how often did you ride تعال نشوف حبيبي يلا صفحة 42 بقول لي I read always books in the library طبعا هنا حبيبي الظرف التكرار بيجي قبل الفعل فلازم أقول always الأول وبعد كده أقول read اللي بعدها بقول لي how many did you do something to help your community قال لي الظرف التكرار يبقى على طول السؤال كما عدد المرات number three will I often go to other shops to buy things that my parents needed خلي بالك اني needed فين في الماضي يبقى اذا ظرف التكرار هنا برضو فين في الماضي فلازم أقول went تعال نشوف number four طبعا طالما جاب لي ديت حبيبي لازم أرجع الفعل المصدر ويبقى go I went sometimes online at home in the evening خلي بالك طالما جاب لي ظرف التكرار اقول له ظرف التكرار دا يجي قبل الفعل مش بعد ويبقى اذا لازم أقول sometimes one تاني sometimes one number six نفس الكلام يدولي الأول حبيبي وبعد كده talk فأقول له he never came first he never lost أريس بقول له عورو ما خيسر سبائي بهي always يبقى دايما كان بيطلع الأول تعال نشوف number eight بولي they always watch TV late because they slipped early everyday بولي ما كانوا جاملا بيشاهدوا تلفزو الوقت المتأخر لأنهم بيناموا بدري خلاص كل يوم أقول له لا طالما يناموا بدري يبقى never عمرهم ما بيصهروا تعال نشوف number nine بولي when did you help out at home طبعا طالما الإجابة وظرف من ظروف التكرار يبقى السؤال دايما بكلمة how often how often معناها كما عدد المرات number ten she never organized her workbooks عمرها عمرها ما بترتب الكتب بتاعتها يبقى ان في عقول ان هي عمرها ما بتبقى فوضوية لا ده هي كده always missing يعني دايما ايه فوضوية حبيبي تعال حبيبي بقى نشوف التمرينات العامة اللي موجودة صفحة 43 طبعا شكل ما قلنا المحادسة لازم اقراها كلها كويس برأس السؤال عشان افهم المحادسة وبعد كده ابدأ احل بيكلمة عن المعبد اقفى بيكلمة عن المعبد اقفى فصارة بتقول لنوران did you like visiting the ancient Egyptian monuments هل انت حبيت زيارة الاصار المصدر القديمة فردت عليها فسيئتها سؤالت لها I usually visited them انا دايما كنت اعادة كنت بظلهم فالت لها great did you visit the temple of faithful فردت عليها لتلها where is it فالت لها it's between a فالت لها is it modern فالت لها no it's about 2250 years old ات لها wow it's a very old place تعالوا بقى نرجع تانى بقول did you like visiting the ancient Egyptian monuments اكيد هتقول لها yes I did أو yes I liked it very much يبقى yes I did طبعا لولا حبابي طالما الاجابة بظرفة من ظروف التكرار يبقى السؤال بتاعي دايما بكلمة how often how often معناها كم عدد المدد يبقى how often وبعدين هروح هلاقي الفعل ده في الماضي يبقى جيب الفعل المساعد بتاع did وبعد كده الفعل بتاع I تتحول ليو يبقى how often did you ورجع فعل المصدر ويبقى visit them تانى how often did you visit them بتدرون كلها الديار ات لها ات لها ات لها great did you visit the temple طبعا ايه لو هيعرفني is or no عشان ات لها where is it يعني مش عارفة مكانه يبقى اكيد هتقول لها no I didn't تانى no I didn't ات لها it's between طبعا من خلال القرى حبيبي عرفنا انه بين الاصر واسوان يبقى it's between Luxor and اسوان يعني هو بين الاصر واسوان ات لها is it modern ات لها no it's about two thousand two hundred fifty years old ات لها wow it's a very old place تعالوا يلا حبيبي انحلس و اهل القطع بقول لي in ancient Egypt في مصد القديمة تمبل were places where people used to come together to play معبد دي اماكن كان بيجي فيها الناس و اكتموا عشان يصالوا you can visit amazing temples in Egypt ممكن تزور معبد مذهشة في مصد for example على سبيل المسال Luxor temple معبد Luxor كممبو temple معبد كممبو and the temple of Idfoo is an ancient Egyptian temple in the town of Idfoo in the town of Idfoo the town is on the west bank of the river Nile قلنا على الدفة الغربية لنهر النيل between Luxor and Aswan باللوسر و Aswan the temple is about two thousand two hundred fifty years old it is حبيبي لازم اشوف ادن عين على ايه عشان هيجيلي اكيد سؤال عنها it's important for understanding life in ancient Egypt because the writing on its walls gives us very interesting and useful information about language and religion over two thousand years ago اجوب طبعا حبيبي بيقول ان هو مهم جدا لان الكتابات الموجودة على الجودان بتاعته بتدينا معلومات مهمة عن اللغة و اديانها من الفين سنة باكيد ادي عيدها على معبد ادفو وكمان يسفل لازم اكون عارف معنانية مفيد عشان اكيد هيديني سؤال عنها تعال نشوف سؤال اولان يلا بقولي the main idea of the text is about in Egypt طبعا لانجوجز لغات number two اكيد طبعا ادفو عيد على معبد ادفو طيب تعال نشوف يلا نبر ثري بقولي بقولي عايز عكس كلمة يسفل انه يسفل معناها مفيد يبقى اكيد عكسها دار ودار حبابي يعني تعال نشوف السؤال الروبير بقولي where is the town of ادفو طبعا بقولي فين مدينة ادفو طبعا شكل ما قال لي كده the town في القطعة is on the west bank between luxor and aswan بادي اجابة سؤال الروبير تعالوا نشوف يلا السؤال الخامس بقولي كم عدد المعابد اللي هو ذكرها في النص طبعا حبابي هو ذكر ثلاث معابد قال لي معبد القصر ومعبد كومومبو وكمان معبد ادفو يبقى اذا لازم اقول ثري تمبلز يعني ثلاث معابد ثاني حبابي ثري تمبلز يعني ثلاث معابد تعال نشوف حبابي يلا السؤال السادس بقولي القدماء المصريين كانوا بيدن المعابد اكيد طبعا تبري يعني عشان يتعبدوا فيها أو يصلوا فيها تعال نشوف يلا السؤال الاختياري بقولي من الحضر هاملوا يا اكيد تمثيل والتمثيل اسمها ستاتيوز فعنشوف نمبر 2 قولي تتخدم لدفن الموتى طبعا اللي كانت بتتخدم لدفن الموتى هي سرع دي بالموتى وخلي بالكو حبابي ثاني حرف البي هنا صعلا كاتاكوونز كاتاكوونز وانت على الاس لك منطاشي قلبي فعنشوف نمبر 3 يقولي بقولي ان الاطفال الزغرين بيب وإيه بيلعب وطوله قولي اليوم ويجروا اكيد طبعا اكتب و اكتب معنى نشيط قولي قولنا لما يقولي يجبه بذلك من ظروف التكراري فعنشوف نمبر 5 قولي طلبنا للميكانيك ان هو يصلاح يبقى ايه حبابي اكيد محتاجة اصلاحات يبقى نمبر 6 بقولي اه بقولي هل انت ايه في المكتبة وقت الفسحة طبعا طالما جبت ديت حبابي يبقى على طول الفعل يرجع على مصدره وبقى ديت يو نمبر 7 بقولي ناس بتجمع مواضح عشان تصلي اكيد ده التنبل التنبل بمعنى معبت تعال نشوف نمبر 8 لما كنت في القاهرة طبعا وانا اواز ما كده من علامات الماضي طيب ثانيا ظروف التكرار بيجي قبل الفعل مش بعده فعشان كده اترى اوفن ترايز والله اوفن ترايز حوله اوفن ترايز عشان الكنام في الماضي تعال نشوف نمبر 9 نمبر 10 بقولي النص ده ايه انا استمتعت بكل المعلومات اللي فيه اكيد طبعا يبقى انترستن معناها شيق تعال يا الله حبيبي نشوف نمبر 1 في الاختاب على طول بده اوفن يعني اوفن كما عدد الماضي كما عدد الماضي يعني لما كنت صغير وانا ظرف التكرار بيجي بعد فقول واس جوري تعال نشوف نمبر 3 بقولي نودلز ما كانوش بتحبهم خالص طالما ما كانت بتحبهم خالص يعني امرا ما كانت بتقولها تعال نشوف نمبر 4 بقولي طالما كل الناس كانت بتحبهم يبقى هم they were always helpful يعني كانوا دايما متعامل طبعا حبابي بقول لي اكتب لي يعني an ancient building you visited من سهل جدا ان اكتب عن معباد بس قلنا في حاجات اساسية كده لازم اسأل نفسي where اسأل المكان ده فين لازم اسأل how ازاي انا اروح with whom اروحت مع me when رحت امتى what did i do there يا ترى ايه اللي انا عملته هناك كل النقاط دي يا حبابي لما اجي اكتب عنها هلقي البراجراف بالنسبة لي سهل وبسيط thank you very much for watching but don't forget like, share, subscribe and not forget so that you can watch all our episodes يلا لو ما كنتش فاركت في القناة اشترك بسرعة لو ما كنتش فعلت الجرس فعلت الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله كل ما تشار اكتر كل ما نخلص اكتر ان شاء الله شار لكل زمالك عشان الكل يستفيد واستنانا في الدرس الكامس والستس جود باي سلام عليكم